السلام عليكم الى اخبار معاك احمد لوية مصور بخبرة 6 اثنين ومن ساعتين عملت شرطة كارير وباية جرافيك ازاينا اهلا بكم في دورة الموشن جرافيك بستالي بكولاجي عملنا في الدورة دي فيديو الواقل اللي دا حدوه احنا ومش اكتوش هسيب لك اللينك بتاعه في صندوق الوصف الدورة مكونة من اربع مراحل اول مرحلة تعلمنا فيها ازاي نكتب سكريبت تاني مرحلة تعلمنا فيها ازاي نحاول سكريبت ده لأوديو ثلاث مرحلة تعلمنا فيها ازاي نحاول النص ده لصورة عن طريق الناج الفوتشوب واللستريتور رابع مرحلة تعلمنا فيها ازاي نحاول راكي الصور والصاميم اللي احنا عملناها واخر جزء في المرحلة الرابعة النهاردة هيتعلم فيها ازاي نضيف للفيديو ساوند افكت والصبطيب قبل ما نبدأ مش عايزين ننسى ندعي اخواتنا في غزة يا ربنا ينصر يلا بينا بسم الله اول حاجة هنعملها هنفتح البروجيكت بتاعنا على افتر افكت عشان يرضو يفتح معنا على بريمير فتحناها هو على افتر افكت نفتحه على بريمير بقى ننكرية بروجيكت باسم واقل اللي بقى احضوه نفتحه ونضيف فايل افتر افكت بتاعنا بيسألنا انهي الكمبوزيشن اللي انت عايزو احنا عايزين الكمبوزيشن كامل اللي هو بتاع واقل اللي بقى احضوه نضيفه عندنا في الـ time line ونغير الـ work space الـ vertical هيتعرض معنا هنا كده اول حاجة بقى احنا عايزين نعملها ان احنا نضيفه سابطايته هو في extension business على بريمير اسمه سابط بس دا مبقاش مجاني فايه بقى الحل المجاني والسهل معنا نخفي الفيديو نعمل export شافينا الفيديو دي عشان يبقى اسهل في الرندر فيديو تسايف معنا هنفتح بقى فيسبوك creator studio لازم يكون عندك بيجة على الفيسبوك فانت ممكن تعملها بسهولة بعدين نعمل ايه هنبدأ نعمل create post ونـ add video ونستنى يحمل خلص تحميل اهو نخش على optimize نعمل setting ونستنى التحميل دا يخلص كده اهو اعمال لك الفايل لو انت عايز تعمله review بتتوفي الكلام مكتوب اهو او عايز تعدل حاجة انا بالنسباي تمام فاعمل save بعدين ندوس على الثلاث نقط دي نعمل download ونسايفه في الفولدر بتاعنا ونبدأ نجيبه في premiere نجيبه بقى من هنا على هنا والformat بتاعه يبقى subtitle نزل معنا الكلام هنا نظهر الفيديو من جديد لو انا عايز اعدل في ال style بتاعها بيجيب essential graphic من هنا واقف عليها معايا هي بقى كل setting اعدلها هنا مثلا نعكسها ان هي عشان هي عربي تعيكس كده لو عايز اغير حجم الخط برضو لو عايز اضيف background هي كده لو عايز اطبع setting دي بقى على كل الفيديو واطلع هنا كده وادوس على السهم ده ونختار all characters on track كده فعلي setting اللي انا عملتها دي على كل البني طب لو انا عندي مشكلة في ال subtitle حاجة مكتوبة غلط او لو انا اصلا عايز اعملها انجليزي كده كده معايا ال script اخش عليه وترجمه وابدأ اضيفه بقى هنا واحدة واحدة طيب احنا كده عملنا ال subtitle ال sound effect اصلا هاجبها منين لو استفدت من الفيديو لحد دلوقتي ما تنساش تدعمنا باللايك والcomment والshare ولو عملتش اشتراك يلا اعمل دلوقتي ما تنساش تفعل زر الجارة يلا بنا انكام اكتب free sound هيفتح معنا الموقع ده الموقع ده في مؤسسات صوتية كتير مجانية نكتب برضه في search page turn بابدأ بقى اسمع ال sound effect اللي عاجبني واللي اكون ده مثلا وابدأ احمله هتحمله من هنا بس هتعمل ال login طب لو انت بعد ما دورت ملقيتش الحاجات اللي انت عايزها في ملفات صوتية كتير ومنوعك كنت محملها على مدار شغلي سبهولكم ان شاء الله في صندوق الوصف بعد بقى منخلص الفيديو بتاعنا هنرندره من على premiere ونحدد المكان بتاعه ونرندره من هنا مش هيبقى فيه ان شاء الله اي مشاكل وهنا هنكون خلصنا الدورة يا ربي كانت بيها افادة فانكم ان شاء الله تشايروا معا مشاريعكم على الصفحة بتاعت الفيسبوك اللي هسيبلكوا اللينك بتاعها في صندوق الوصف وكالعادة ما تنسناش من صالح دعاكم والسلام عليكم